اشتركوا في القناة موجود معك محمد وان شاء الله تكون حالة سعيدة ان شاء الله طبعا نتكلم النهاردة في قضايا وموضوعات مهمة جدا ودائما كده لما بيكون معنا الزميل العزيز والكاتب الصحفي على استاذ إهاب القطيب بنتكلم في موضوعات مهمة وبنتكلم في كواليس واسرار وبالتأكيد هو مطلع وعنده تفاصيل كتير في كل الموضوعات الرياضية حالية حتى سواء المطروح على الساحة الرياضية فيما هو متعلق بالأهل بشكل مباشر او حتى فيما متعلق بالقرى المصرية ولو حتى مع الأهل بشكل غير مباشر اولا ابدأ الكلام معاه بالحديث عن مباراة مصر المقصة والأهل واللي الأهل فاز فيها وحق سلسة نقاط مهمة جدا في مشوار الدور العام شفت المباراة زي المستوى الفني لفريق النازي الأهلي وخبرات فيلر اللي وضحت بشكل كبير خلاص بقى في القرى المصرية حتى لو بيبدأ المباراة التشكيل وبيعيد الهيكلة والتغيير في التشكيل الثاني شايف المرحلة اللي وصل لها الأهل مع فيلر في الدور العام ازاي مصر محمد مباراة صعبة جدا تلاحهم المباراة عامل أزمة وانا شايف ان تلاحهم المباراة ده الأهلي متغلب عليه بشكل كبير في المسابقة المحلية لكن وجهة نظري انه على الأمد البعيد هيعمل أزمة كبيرة في البطولة الأفريقية هيعمل أزمة كبيرة لسه ندخل بقى معك في شهر هناير وتلاحهم المباراة وحسم أفريقيا الموضوع عايبق صعب جدا لانت تقريبا كل أربع تيام هتلعب ماتش وفيه أيام تلات تيام على مدار الشهر بقى فيه ضغط فده ضغط كبير بعيدا عن ده النفايلر عنده مشكلة كبيرة جدا فيه الإصابات طبعا قدر له مشاعر فعل في إصابات اللعيبة وآخرهم ساعد سمير اللي بتمندله الشفاء العاجل بعد إجراء الجراحة وساعد ده نقعد نتكلم عليه حلقة سواء من رجلته جدعانته وفاقه حبه النادي روحه الخفيفة نتكلم فيه للصبح لكن المواقف الصعبة بتخلي الموديل الفني يظهر بالشكل الكبير تختلف تتطفق مع فيلر فيلر في النهاية بيحقق التارجل المطلوب منه بيحقق الهدف اللي هو نزل لعب عشانه المباراة في مباراة المقصة ممكن أنا أختلف معاه في بدايته للتشكيل أنا حسيت أن التشكيل الزبطت لما نزل وليد سليمان وجرالدو يعني الملعب الزبط أكتر اتعدل شوية اتعدل حق المطلوب والمستهدف منه هو اللي شايف صح فانت ممكن تختلف معاه وتتطفق معاه لكن في الآخر في أصعب الظروف في أي تشكيل ممكن يتمثل إن هو بينتقط فيه إن هو لعب دي فتح ناعد شمال طيب معلول ليه بيلعب هافليت والناس نسيت إن معلول لما تعاقد معاه النادي الآلي كان هافليفت منتخب تونس يعني هو ما تمش تطوير أداءه وإن لعب في الزهير غير في الأهلي هو جاي لك هافليفت لكن لعب الحتة دي في النادي الأهلي فالناس بقى بتتكلم على دلوقتي ده هو باكليفت طب إنت عطه قدام طب ده هو بيلعبش لا بالعكس ده هو بيلعب دي وقدى دي بشكل كويس كونوا إن بيجيد مركز آخر وبيلعب ناحية الشمال وبيخليك حاسس إن الجابهة دي هو شغال فيها بهذا الأداء واخد الخط من الدفاع للهجوم يحسب له ولما يبقى عندك لعيب بقرار لكن اللي مقى فيه غيابات وإنت عايز توظف بعض لعيبة في مكان الناس يقولك طب أفشى طالع لي طب ما أنت عندك ضغط المباراة أنت خلاص ضمانت نتيجة مباراة فبتريد تغير وعايز تريح لعيبة وبالتالي المباراة اللي جاي هيبقى فيه بعض الأمور في التشكيل من وجهة نظر موديل الفني شايفها وبيترقله إنه ده الأنسب وفقا للمباراة علشان يحقق نتيجة معينة وضغط المباراة اللي جاي أكتر هيضع ضغوط كبيرة جدا على فيرال في مباراة المقبلة طيب بس علي معلول لو تتعبوا في المنتخب التونسي حتى بخلاف النادي الأهلي بقالوا فقط بلعب باكليفت سنت تتكلم على عملها نبيل معلول بعد ما لعب في النادي الأهلي نبيل معلول أول وعد رجعوا باكليفت رجعوا باكليفت في المنتخب بعد ما كان محللهم أزمة هناك برضو رجع اللعب واللي وظفه في الحتة دي كابتان حسين البدري على فكرة وفي الأول أول كان ماتش كان بقولك ما عندوش الحتة الدفاعية ما عندوش الحتة الدفاعية ومتميز هجوميا ومتميز هجوميا وظهر بشكل كويس فدى الاتنين فبالتالي النهاردة وبيلعب قدام بيلعب وراء بيلعب بشكل جيد لكن في النهاية أنا بقولك طالما الموديل الفني وظف لعبته بالشكل اللي من وجه نظره شايفهم الأمثل حتى لو اختلفنا معاه في لاعب أو اتنين اللاعب ده بيلعب في المركز ده ولا لأ طب أنه كان الأحسن طب ده كان يبقى جوه كان يبقى بره لا التغييرات كانت ممتازة جدا طب هل من الأج ده هو طب ده دليل نهو عارف زبطة الملعب طب ليه لعب بالتشكيل دي أكيد كان في دماغه في حاجة ربما فنيا ما حصلتش في شرط الأول ما تنفذتش بالشكل اللي كان عايزه بالزبط ولو كان في توفيق في الشرط الأول والقال اللي كان كسب في شرط الأول الكلام برضو كان هيتغير كان يقولك ده بص عمل كذا وكذا وكذا في الآخر النتيجة اللي بتخليك تحكم تحكم على التشكيل أو الرؤية الفنية طيب نقطة مهمة جدا قالها فيلر بعد المباراة قال دايما بتكلم مع اللعيبة اللي أنا ما عنديش حاجة اسمها لعب أساسي ولعب احتياطي وحتى كلام اللعيبة بعد المباراة بيأكد كل التفاصيل الفنية اللي بتتقال في المحاضرة قبل بداية المباراة ورحل جزئية مهمة جدا لما تسأل على حسام عشور وقال إن حسام عشور بالنسبة لي من البعض وصف مشاركة عشور ودي الحاجات اللي بتزعاننا بقى مبكرا قوي إن بيتم وصف أحد اللاعبين الكبار وكلبات اللي نادي الآل في السنوات الأخيرة إن هو ممكن لما بيشارك بيشارك للتكريم الرجل قال لا خالص إطلاقا عشور ليه دور معايا كمدرب على الدكة ليه دور معايا في غرفة الملابس ككتل للفريق ودور معايا إيجابي جدا في الملعب لما بينزل ينفذ تاكتيك معينة أنا عايز أعمله طب أرجع للماتش اللي قابله هو مين نزل للتغييرة اللي كانت للتكريم المحمود متولي مثلا يعني وص هو راجل بيرود على نفسه ونزله ليه عارف إن الفترة الجاي هيحتاج يوظفه برضو نزل عشوره هفكرك لإن الفترة اللي جاي هيحتاج يوظفه خوفا من إصابات في وص الملعب خوفا من إيجادات في حتة معينة فعايز تبقى لجليه في الملعب الراجل ده عارف وبيعمل إيه وبيوظف اللعبة بالشكل اللي هو عايزها ولما نزل برضو تغييرت محمود متولي الناس كلها قالت إزاي ليه وليه دلوقتي وإنت واحد وهتقفل طب إيه الموضوع عايز تديمش الماتش الجاي الماتش اللي بعده بقى فيه بقى موجود أساسي طيب نزول حسام عشورهل الماتش الجاي بس لا هو فيه حاجة في دماغ الراجل خلاص مش عايز مفاجآت تاني الراجل يبتدى يا محمد يحط أساسيات عنده طب مين بيلعب طب مين بيلعبش طيب هو ربما يكون روتشن اتفرد عليه إكباري لكن هو بيستخدمه صح هو بتعامل صح بيستخدمه صح طبعا دي نقطة مهمة جدا طبعا رغم أنه روتشن إكباري رغم أنه هو في الأول حب يسبب التشكيل شوية والنهاردة برضو عشان نبقى إحنا واضحين يا محمد لما تيجي النهاردة أنت بتتعامل مع 18 لعيب 18 لعيب اشتغلت عليهم 5-6 متشاط شفت إمكانياتهم ابتدت تطلع من كل واحد أفضل ما عنده تطور في رمضان معلول يفوق جرالدو بتغير وجهة النظر وبتلعبه بالأداء بتحاول تطلع أفضل مفاوليت أظهر وبتدى المروان محسن هتدى لصلاح محسن بتلعب أحمد فتحه وبتلعب محمد هاني ومفوق الفئلة كلها لما يحصل لك 6-7 إصابات في قلبة 18 اللي انت بتعتمد عليهم لما بتدخل بدلهم 6-7 لعيبة تانية انت برضو ما زلت لسه بتشوفهم في قدراتهم وفي إمكاناتهم في الملعب وما فيش لعب هيثبت مع فيلر في الفترة الجاي فيلر هيبدأ يغير ويبدأ يركز ويبدأ يشوف مين اللي يبدأ يعتمد عليه ضغط المبريات شديد جدا التغييرات داخل وظائف اللعبة في الملعب والتشكيل هتبقى موجودة لفترة الجاية لكن في الآخر الرجل عنده طرجة ما بيتنزلش عنده الفوز والمكسب والأداء الهجومي يعني كل ده وانت بتقول كل المحللين قبل ما المباراة تبدأ هي التشكيلة كلها دفعية كده ما شفناش الكلام ده على الأرض الواقع الأهلي بيلعب من الديئة الأولى دي ديئة 90 فاتح فاتح وبيلعب حتى لو منازل تغيير البعض بيبص فيها لأنها دفعية أو يا سيدي تكريمية زي ما الناس بتقول ماشي يا سيدي أو بينزل تغييراته وبتلاقي برضو الأهلي مهاجم فهو الراجل بقى في دماغه حاطت شوية تصورات لأن بعض المباريات كده خلت تفكيره يبقى مختلف مباراة النجم مباراة حرس الحدود مباراة الإسماعيلي في مباريات بتخلي المدير الفني يبدأ يفكر في حول لما تبقى فرق بتلعب معاك زوم دي فين ثم فرق تلعبو زوم الحرس والنجم في ملعبه وانت كنت بتلعب عشر وقدت كويس ولو كنت بتلعب كاميرا كنت نجم تغيرت تماما فيه فرق بتقدي طول التسعين دقيقة بقوة وبتحاول معاك زي الهلال السوداني فيه بعض المباريات بيكون الراجل بيكون انطباع الناس حاسة ان فيلر بقى له سنتين بيدرب الأهلي فيلر بقى له سنتين بيدرب الأهلي بقى له ثلاث شهور وبالتالي ثلاث شهور المفروض مدرب غير فيلر كان لسه يدوبك بيستقر فالراجل ده اشتغل واستقر وحط تشكيل وجات له اصابات وبيلعب بتشكيل تاني وبيشوف الجديد ومع ذلك نتائجه بيحقل مطلوب منه طيب شهر يناير وفبراير بوكسن داي بوكسن مانس يعني الشهور مضغوطة عايز زي ما بيحصل مثلا في الدورة الانجليزي البوكسن داي بيتبقى فترة الجولة من التمنتاشر الواحد وعشرين كويس بتتكلم في تلات مباراة بتتلاقي فعلي من اسبوع وعشر تيام حلو جدا في الدولة المصري شهر واحد مضغوط بشكل غير طبيعي شهر اتنين برضو مضغوط بشكل غير طبيعي حلو جدا لو جينا بدأنا في الماتشات اللي جاية محمد لو قلنا انت بتتكلم في يوم خمسة واحد مع نادي مصر بعدها يوم حداشر انت مسافر باللاتينيوم بعدها يوم خمستاشر طنطة بعدها تساعتاشر المقاولين بعدها يوم اربعة وعشرين نجل اه اربعة وعشرين او خمسة وعشرين النجل بعدها سابعة وعشرين هيبقى انبي مصبوط بعدها بتتكلم عندك مواجلات سموحة والانتاج واحد اتنين الهلال السوداني اخر ماتش في الجولة اخر ماتش وفي السودان ومع الطفرة اللي عملها الكابتن حمد صدقي انت بتتكلم في ستة اتنين بيرامدز في عشرة اتنين طلاق الجيش مفيش نفس انت بتتكلم في سفريات وداخل وخارج وبتتكلم كده في ست مباريات في شهر يناير فيهم سفر بقولك كل اربعة ايام وبعد بيرامدز المصري والزمالك والزمالك تاني اه وممكن يكون الزمالك تالت وطبعا كل ده يعني بص انا مرضتش اتكلم في شهر اتنين ليه شهر يناير هو شهر الحسم شهر الحسم طبعا محليا وافريقيا مفيش كلام مظبوط شهر يناير هو شهر الحسم محليا وافريقيا وشهر يناير اكبر صعوبات هتقابل فيلر مع الاهل انه عنده نقص جديد في الفرقة ومطلوب من خلال النقص ده انه ينهي على امال المنافسين في المنافسة المحلية كذلك يأمن صعود واستمرار النادي الالي في بطولته اللي المفروض الالي السنة دي بيلعب عليها بكل يعني الطرق لان محتاج جدا جدا البطولة دي يعني مجلس الادارة بيدعم فيها جميل النادي الالي اللعيبة نفسها تيجي تكلمها تكلمك في بطولة افريقية فيلر في اول تصريح ليه بعد التعاقد معاه قال عينينا على البطولة شوف اول تصريح ليه قالك عينينا على البطولة الافريقية على طول فبالتالي شهر يناير ده شهر حسب شهر صعب جدا شهر عنده مشاكل كتير جدا فيلر من خلال اصابات وضغط المباراة ولكن في الاخر هو ده الشهر اللي فيه الحسب شهر اتنين فيه مباراة انا بقولك من دلوقتي مش لعف معادها خالص شهر اتنين معقولة فيه مباريات هيتغير موعدها من دلوقتي انا بقولك لسه لكن دي خليها عنوان كده مقفول لغات ما نرجع مع بعض تاني في يوم خميس ونتكلم في الحتة دي طيب المباراة اللي بتتكلم عليها قبل ما نخش في تفاصيلها مش هنخش في تفاصيل فيها كتير انت بتتكلم في النص التاني من شهر اتنين بالزبط كتير نص الاول من شهر اتنين يعني يعني بقرب شوية المسألة للمشاهدين على قبل اه اه هتبقى فيها يعني من بعد عشر اتنين تمام لسه متأكدتش اه مش رسم بس رئيس لجنة المسابقات او بالمسمة الجديد مدير دارة المسابقات قال ان الموعد المقترح لمباراة السوبر النصف التالي من شهر فبراير الموعد الايه المقترح بس طالما اكتراح ومش قرار يبقى احنا لسه راحين جايين راحين جايين بس لكن برضو خلينا اقولك مش هنسبق الاحداث يعني انا بنتكلم خلص اعني انا بقولك شهر الحسب خلص شهر الحسب حقق فيه اللي انت عايزه رغم الصعوبات والضغطات اللي موجودة تبدأ بعد كده تتكلم في شهر اتنين بس فعلا شهر يناير ده عايز تركيز كبير جدا محليا توسع الفارق تشتغل بالشكل المميز تكمل التفوق الفني الواضح جدا جدا تكمل نجاحك على العقبات اللي بتقابلك اما افريقيا الموضوع من وجهة نظري افريقيا صعبة او الناس بتتكلم السناد ان افريقيا افريقيا سهلة لما الاهل دايما بيكون جاهز الاهل اللعبتوا كلها تحت ايدي مفيش ضغط المباريات انما انت عندك ضغط المباريات وعندك فقدان للعيبة بتاعتك وعندك المجموعة الهلال الالب الترابيزة كلها وماشي بشكل كويس هيجي لك انت طالع طبعا مباراة بلاتينيوم انت عايز طبعا تكسب في نفس الوقت انت كنت موجد لما قابلته هنا بلاتينيوم هيطمع فيك لان انت برضو كان لو احرصت عدد هداف اكبر من كده كانت تبقى مرعب بالنسبة له وانت مازلت مرعب لكن برضو هيحاول معاك هيجهدك اكتر يعني بلاتينيوم هيجهدك اكتر ويجهدك في ملعبه ويحاول لانه ما عندوش بص الفرق اللي مش باكي على الحاجة دي ما تقيملهاش طيب انا ادخل معاك للملف الافريقي لان الملف الافريقي هيتخنى في تفاصيل فنية وغير فنية طيب واحنا لسا بنتكلم في الدور المصري فيه اخطاء تحكمية ووضحت اول اسبوع دول اسبوع الماضي حتى النهاردة احنا بنفرج على المباريات مباراة الحرس وابيراميدز كانت فيها اخطاء تحكمية غريبة مباراة المصري واسموحة كان فيها بعض الاخطاء وفيها بعض الكلام مباراة زيالك واصل بنتكلم فيها دلوقت ومباراة شغالة حصلت فيها مواقف كتير وفيها تجارة ولعيبة على التحكيم وبتتكلم ومباراة المؤولين والاتحاد وفيها قرار جريئة وفيها قرار جديد عن دور المصري ان الاول مرة طريق حامد بياخد قرطة احمر شوف بص يا محمد الحتة دي مش عايزين نوقف عندها كتير ليه انا وجد نظري ان الحكام في مصري مضغوطين مضغوطين ده بالعكس الدور بدون جمهور لا مش بتكلم في كده بتكلم ان الحكم النهاردة بقى عليه ضغط من وسائل اعلام من السوشيال ميديا من الفيسبوك يا سيد ركز انت في ليحتك وركز في عينك ورؤيتك وركز انك تاخد القرار الصح صدقني لو كل حكة مركز في ده هتتغير خريطة خريطة التحكيم بشكل كبير جدا انا عصق في الكابتن جمال غندور وعصق انه بيقدي بشكل كويس وعصق انه هو بيحمس لعبته لكن الاخطاء اللي حصلت المباراة اللي فاتت اخطاء صعبة انا مش من المدرسة اللي بتقول ان التحكيم قاصد انا من المدرسة اللي بتقول انا باعتبر ان الاخطاء دي اخطاء غير مقصودة وبحب بقول كده دي اخطاء غير مقصودة لان لو دخلنا في النحاة التانية دي قصة انا بحبش اتكلم فيها ودايمن قناة النادي الاهلي دايمن بتبقى سند ما بتبقاش ضغط على الحكام ولا غيره يعني بتتكلم فيه وبتتكلم في يعني مثلا في مباراة المقصة كرة ميده واضحة جدا اللي خدها بايده الحاكم وقع فيها اللي انقاذه اللي انزمان في تفاهم بين الطرفين وان كنت قديني الحاكم انه قريب جدا وفي اللعبة واللعبة ما تجيش كده بالشكل ده غير بالطريقة دي وانه خدت قرار يعني سريع جدا طب هي الكرة وهي فوق هي بتتلف وتنزل قدام ودي نزلت مثلا ماهو ماهو لازم الحاكم محمد يبقى عنده سنس كرة سنس لعيب الكرة انا مش بقصه على حاكم ولا بقول ده صح ولا ده غلط ولا ده احسن من ده لا بالعكس لكن الحاكم اللي ما عنده سنس كرة بيتعب الحاكم اللي لاعبش كرة بيتعب في ناس كتير بتفتكر ان الجمل دي جمل رنانة لقى خالص وبعدين ده جمل اساسي جمل اساسي اللي بينجح بقى النهاردة محمد الحكام ويوقحهم لايمان لايمان النهاردة بقى العصب لان العصب اللعبة في حتتين في ضربات الجزاء وفي تسللات ده الاساس كل الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها اللي انتو عرضتها دلوقتي بنتكلم في تسللات الاساس في لعيب تلات لعيبة مغطيين ويبقى تسلل في مباراة الاتحاد لعيب واخد المهاجم ويلف بيلف بيه بلعيب المقاولين ويطلعوا قدامه لايمان شاف اللقطة الاخيرة فانا اللي شايفه ان في عدم تركيز ومن ناتج من الضغط على الحكام نفس الحكام ما تغطش نفسها وزي ما انت بتقول الكلمة اللي قلتها ما بالك لو فيه جماهير مالية الملعب طب لو فيه جماهير مالية الملعب ده الجيل ده محظوظ وجهة نظري محظوظ ومش محظوظ محظوظ انه هو طالع قدر يشم نفسه وياخد قراره بالراحة وبهدوء عشان يحك ولكن غياب الجماهير اضعف الحكام نفسه الحكم اللي ما يادرش يشتغل ويحكي مباراة بجماهير هيبقى حكم مهزوظ فبالتالي فيه حكام كتيرة مهزوظة لانها خايفة من الجمهور فاول ما تلاقي هتاف او بتاعها ما تعودش ما ينزل الملعب مليان زي وزي اللعب اللي بياخد فدي ده موضوع بس لو خدت بالك انا يمكن في مرة موقف حصل كان الكابتن عصام عبدالفتاح ساقن السؤال ده من الحارة 3 سنين لما كان في لجنة الحكام في اتحاد الكورة قال لي الحكام السنادي ده كلام ده كان 3 مواسم عاملين موسم جيد قلت له يا كابتن عصام ما تاخدش الملعب القياز بنسبة 100% لان المباراة بدون جمهور طبعا قال بالعكس ده المباراة بدون جمهور بتبع اصعب على الحكم قلت له لا الحكم زي اللعب لا 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 الحكم زي اللعب مش هي قدي ويظهر ادائه اذا كان ايجابي ولا سلبي الى ما يكون الجمهور حاضر طبعا فهي عاقيدة عند الحكام نفسهم ان بالعكس ده المباراة بدون جمهور اصعب لي انا كحكم بص الحكم اللي بيقدر اتحكم في نفسه وفي قراراته وفي سباته الانفعالي في وجود الجماهير هو ده الحكم اللي انا قدر اقوله شابه وبالتالي في غياب كل ده مفيش اي حاجة تؤثر عليك خالص خالص الحكم لما يبقى بيلاعب فرقة والجمهور مل الملعب ويخش يطرط حد من جهاز فني ولا لعيب يبقى بياخد القرار هو عارف بيعمل ايه بياخد قرار هو بقى مبسوط بالنفسه انه بياخد قرار صح وقرار صعب ووثق منه ومركز جدا لما الحكم الملعب فاضي بقى وعمال يطلط في ده ويقعد في ده ويعمل كده صعب بس انبارح محمود ابو الرجال ويمكن الناس كتيرة عدت اللعبة محمود ابو الرجال من افضل الحكام المساعدين في القرى الافريقية ولسه راجع من كاس عالم اندية والحكم المساعد الدولي اللي معاه رخصة التقنية الفار وكان موجود في كاس عامل عندها مباراتين مباراة في الملعب ومباراة في غرفة التقنية فالقرار اللي خده مبارح لمساعدة حكم امين عمر في مباراة المقصة والاهلي ده مش قرار شجاع ده قرار في درجة الامتياز ان على مسافة اكتر من ستين يار ده يشوف اللعبة ويتدخل في القرار ويبلغ امين عمر انه مش راكل الجزائر رغم ان القرار هنا المفروض لحكم الساحة مش للمساعد كويس بس ده دوره انا اختلف معاك وعشان حكم مميز عارف انه يعمل دوره ما تبصش بقى الواحد التاني ما بيعرفش يعمل دوره وانشهلها لنحكم لايه الملعب ده بيعمل دوره ده دوره ده دوره اللي هو عشان كده هو في الحتة دي ليه هرجع لك بالتسلولات ما هو نفس المنطقة دي اللي حكم بجاي من نص الملعب ويحكم لغاية الخط التاني مزبوط بيفضل يقولك التسلل فين ورفع ايه وعمل ايه ولو جيت بقى باش عايز روح للدورة الانجليزي عشان الهم اللي بيعملوه هناك بقى عاملين مشاكل يعني 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 بص الناس مختلفة في حتتين في تطبيق القانون الفار معايير التقنية مش صحيحة كده كويس وكيفية التطبيق كيفية التطبيق دي اللي من دور لدوره بتختلف وبيبدأ يقولك الخطوط العرضية والخطوط الطولية وتثبيت الكاميرات وقلنا مئة مرة زمان من قبل ما نطبق الفار في اي حتة ان الكاميرات بتاعتك لو مش محطوطة التقنية صح على خطوط الملعب ومقاسات الملعب بالزبط بالامطار مش هتطلع الخطوط النهاردة بيطلع لك بيستارز جازمة بس ده غلط ما ده غلط اه ومجلس الاتحاد الدولي بعت لهم قال لهم تحذير طبيق التقنية مخالفة للمعايير هتتغير خلي بالك الموضوع ده هيتغير خالص وهم بدلوقتي عايزين مخرج فهم بقى بيركزوا في الخطوط من تاني في عدلة الكاميرات في شكل التقنيات كمان خلي بالك اكتر دوري شوف بقى دي بقى محمد اللي بقولك شرر البلاد وما يطحن اكتر دوري في العالم في مشاكل في الفار دوري الانجليزي من اول مباراة بس ده طبيعي الحكام في انجلترا دايما اسوأ تحكيم في اوروبا التحكيم الانجليزي بص يا محمد ماشي ده جوز اخر كاس عالم ما كانش فيه والحاكم انجليزي كويس لكن 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 وفق البقى للدول الانجليزي وقوته والامكانيات المتاحة اما سعب بتعمل غرفة فار واحدة لست مباراة ولا اربع مباراة مع بعض ازاي امكانيات يعني 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 انا شايف ان هم بيضعفوا اللعبة من شكل ده لكن هتتطور الدنيا احسن وجهة نظر لو الفار اتطبق صح من اسس العدالة في كرة القدر بس اهم حاجة يتطبق بالشكل كده زي اللي شوفنا في كاس العالم اللي هو بشكله خمس معايير المعروفة الطبيعي خالص الحلب بتاعته الوقف انما هنتفلسف كتير وترجع لي دي وتعمل لي بالملي متر يا حبيبي بالملي متر على رقوب خليف وتبدأ بقى تخش في الحتة دي هتفتح يعني بصراحة ببان واكتهادات صعبة جدا جدا طب الفار في مزرع هتطبق ولا مش هتطبق معلوماتك بقى في الملف ده معلوماتي اللجنة الخمسية اخلي بالك انا عايز اشيد فيها عشان بتمسك بقرارات مهمة جدا بتحاول تعمل حاجات انا بانتقدهم كتير جدا لكن هم دي يحاولوا هم كانوا عاملين رؤية للفار وكانوا بيدوروا على مستثمرين ومعلنين ولكن لقوا التكلفة رهيبة تكلفة رهيبة جدا ده اللي خلاهم يعني يحاولوا يشوفوا حل هم عايزين يطبقوا لكن الامكانات ما بتساعدهمش ونفسهم يعني هم بيسعوا حاليا ان هم يجيبوا موارد يسيبوا حاجة تحسب لهم هم عايزين لما يمشوا في شهر تمانية او سبعة يقولوا احنا من ضمن انجازاتنا في شهر تسعة بس يا محمد هي الانتخابات بعد توكيو اه تبقى بتاعه بعد توكيو تبقى في شهر تسعة هيبقى في احنا روحنا برضو الموضوع فرع بسملي جدا هتبقى في في شهر خمسة او شهر ستة جامعية عمومية غير عادية اللي هي العادية العادية اللي هم هيتكمعوا فيها عشان يحطوا القواعد اللي هيتم عليها الانتخاب اللي هي اللايحة كام ناد هيبقوا موجودين في الجامعة دي مية وتلاتة نادة ده كلام نهائي بص سجل علي 103 نادي هم المفروض من 95 نادي ل 105 وانا بحزبت انا كده بقول لك هيبقوا 103 نادي ده كده قصر دمعان النص ليه بقى لان الجمعية العمومية وقعت على عقد مع اتحاد الكورة ومع اللاجنة الخماسية بيقول ان الفرق اللي مش هتعدي دول 64 في كاس مصر مش هيبقى في الجمعية العمومية الحاجة التانية ان الله يحق له الشكوى او اللجوء للتحالي الدولي او المحكمة الرضية في نفس البند ماضي عليه فانت ماضي ماضي انت ماضي ماضي شروط مصابقة الكاس انت ماضي وموقع واللي مش واخب باله من الكلام ده ومن دلوقتي يا باشا افتح شوف هتلاقي نفسك انت ماضي وبالتالي جمعية هتبقى افشاري 5 او افشاري 6 هيتم اعتماد الليحة هيتم اعتماد موعد الانتخابات انتخابات هتبقى في شهر 9 تمام فكسب بقى للجمعية 254 والكلام ده طبعا كلهم افاضل مش هنفضل نقول بقى ولا الكلام اللي بيترغي فيه قص ده بيجتمعوا هنا قص ده بيقول كذا قص ده كباب قص ده كفت قص ده جنباري من ناجد دعوا بالكلام ده خالص هيدعوا ان دي اولى خطوات اولى خطوات اولى خطوات الاصلاح والتعديل لان كلنا كنا بنانتقد نقول ليه يا جماعة مية ربعة ميتين واربعة وخمسين نادي وليه كل ده وهم 18 نادي في الممتاز وكان واحد بيشارك في الكاس والامور طالما فتحت الموضوع المهم ده بما ان المجلس السابق فيه ناس منهم تمت التمن سنوات تقدر تترشح في الانتخابات الجاية ولا هيتم تعديل البند من 8 إلى 12 تقدر لان هيتواكب مع بند الاتحاد الدولي والعمل بمبدأ الـ 12 سنة انت خدمت في الاتحاد قد ايه متقطعين بقى كاملين مش كاملين 12 سنة يعني هتغير البند من 8 إلى 12 اه ده المقترح الاقرب حتى الان طيب الـ 12 ده هتطبق ازاي من انه تاريخ دي برضو نقطة تانية اه من تاريخ الاعتماد المعية ولا من تاريخ اخر دورة ولا من تاريخ اخر دورتين ولا من تاريخ ايه اه فدي واضحة طيب بند أستبوصة نعايز قولك حاجة البنود دي كلها مطاطة بمعنى اصلاح تفرق في نزول الاشخاص وعدم نزول الاشخاص اه بس نقولك حاجة محمد البنود دي كلها مطاطة بمعنى ان كل اتحاد طالما قلنا ان الجامعية العمومية هي صاحبة الحق الاصيل في تعديل بالزبط وتغيير اللوايح يبقى بالتالي لو نهاردة بند التمن سنين عايز تشيله هتعمل الجامعية العمومية تشيله ده حقيقي يعني عايز تزبط هتزبط عايز تزبط معيارك تزبط فبقى امر اختياري وفق اللي من يدير مع الجامعية العمومية ده حقيقي بس فاحنا بداية تقليص الجامعية العمومية دي اعتقد دي هتبقى تفرق بداية موفقة وبداية موفقة والانتخابات الجاية هتشوف فيها وجوه جديدة جدا كمان في بند مهمة محمد لو تم وغالبا هيتم شروط التقدم على مقعد عدو اتحاد الكورة مش شروط أساسية معروفة في كل انتخابات ولا هيبقى في شروط هي طبعا كان بيلزمك الاول لازم تبقى عدو مجلس قارة نادي لعب تماريس الكلام ده مش هيبقى موجود شرط القاعدة هتفتح شوي او الممارسة لان انت النهاردة لما تيجي النهاردة تدور على حد يكون لي في التسويق لازم مثلا عايز تجيب حد ده ملعبش مثلا كورة بس هو شطر بحيط تسويق مايدخلش الاتحاد ليه يعني لو ما كانش العضو نادي قبل كده ولا عضو التحاد دي بيدرسوها دلوقتي ودي ممكن تبقى مفاجئة بس انت عدرتها فتحة كبيرة ماهو فتحة كبيرة برضو لمين ماهو اللي بيشتغل في التسويق بأي منظور ماهو منطلق ينزل ايه المسمى الوظيفة انه اشتغل تسويق بس انا بديلك مثال مثلا هما لما قعدوا قالك احنا ليه بنحرم الناس اللي ممكن يكون ليها مثلا واحد في التخطيط واحد في التسويق واحد في الادارة الدكتور في الادارة وناجح وبيعرف يديره وبتاعه يحط الناهايكل ويعمل ليه الناس دي تبقى بعيدة زي ما العالم كله بيشتغل ما العالم كله بيعندوش الحتة دي والشروط دي ما توقعش قسية عنده فيه وفيه يعني انا مثلا ما جبتها من بلوطر الافنتين الناس دي ليعبك بلوطر كان شغال في الاتحاد الاوروبي مع قبل يوهانسن كمان وكان شغال في الاتحاد الدولي وكان شغال في الاتحاد السلة وكان شغال اوكي كويس بس اسود قصو كلي يبقى هنا ليه في عدد اداري يبقى هنا انت بتقول sorgen الكوادر الاداري زي ما بقول لك لما انت بدور على الكادر التسويق والادارة كذلك نفس القص انت بتحاول تعمل ده محترم انا معاك في ده فعلا كويس وانت ما بتقسرهاش على مجموعة معينة بقى اللي لعب واللي مارس ونفس الدائرة في نفس الاشكال فانت كده هتطلع نفسك وضعا قصد من الدائرة الصغارة دي تروح للدائرة الكبيرة تروح للدائرة الكبيرة عشان لو هنتقف في الاخر ايه اعضاء الجامعية العمومية اللي هيختار المية وثلاثة اللي هيبقوا ساعتها في شهر خمسة او في شهر ست هم دول بقى لا هيقولوا ايه مين يروح ومن يجي. طب في وجوه قديمة ممكن تنزل? قليلة قوي. لأ تنزل هيبقوا كتير. انما تنجح هتبقى قليلة. لأ بس اللي هينزل من الوجوه القديمة او من المجلس السابق. عندك معلومة ممكن حد من المجلس السابق ينزل? شوف ستبقى قيمة المهندس هنا بريدة هي اخو قيبة. والقيمة دي هيبقى فيها تغيير بنسبة خمسة وتسعين في المية عن القيمة اللي فاتت. قيمة جديدة هتبقى مع المهندس هنا بريدة. مش هتبقى منها بس معلومة انا بريدة نازل. نازل. انت بتقول كلامة بين السطور. لا 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 طلع براحتك. نازل وانا قلتها قبل كده. بس معلومة برضو ان في اتنين او تلاتة بالكتير اللي كانوا معاه هم لا ينزلوا معاه. بتقول خمسة وتسعين في المية. اه. بص خليناولك تسعين في المية. تسعين في المية. اه. يعني ما تسعين في المية دي على تغيير اه. تغيير جزر كبير اوة محمد. وهيبقى فيه عدد كبير جدا من الوجوه الجديدة. وخلي بالك الفترة الجاي كلها تغييرات. في ادارة اتحاد الكورة. في 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 المنظومة نفسها. في اللوايح اللي هتبقى موجودة. يعني فيه. عقد احنا دخلين عليه. فيه تطور كبير جدا. ندمنى يا رب يكون للأقل. يبدأ من اللوايح ويبدأ من التقليص. وتخش بقى في فار وتخش في حاجات كويسة جاية. فيه حاجات كويسة جاية. طيب لكن الفار صعب يتطبق في الدور المصر في الدور التاني. بص مفيش حاجة اسمها صعب. للي كمان ما عملتش دورات للحكام. خلينا اقول لك بس انت مش محتاج. مش محتاج. مش محتاج. تعمل. اه. للحكام اللي في الملعب. انت بس هتعمل التقنية هتتعامل عليها. ووجهة نظري. ده محتاج للحكام اللي في الملعب. مش بالشكل الكبير. انت الحكم اللي في الملعب. يعني الحكم بتاع انجلترا مسلا. مسلا. اللي في الملعب ده انت ضربته على الفر ازاي? هو بيرخش اصلا يبص على شاشة. بس كده. ده واقف. وانت اللي بتقول له شمال او يمين. ده تضرب. ده مالا فيش. انا ما شوفتش حاجة بقى تضرب عليه هو. بتقول له غير غير. بس. كررك سليم كررك سليم. بس خلاص. حل? فوجة نازل عشان تبدأ تشغل الفر سريعا. لازم تعمل كل ما امتهن مهنة التحكيم في الفترة اللي فاتت وكان حكم دولي واسم. ولسه خارج من الملعب. هم دول اللي تجيبهم. تضربهم على الفار. تكمل بهم الموسم. ويبقى اقرب للشكل الدولي الانجليزي. طبعا. عشان تشتغل بسرعة. عايز بقى تشتغل بشكل كويس وبشكل مميز. وتعمل افضل من كده. وتضرب الحكام كلها. وتتعامل معهم. وتاخد منك وقت وكل حاجة. يبقى على الموسم الجديد لو عندك الامكانات نفسها. لما اسرح حاجة محمد عشان تشتغل. يبقى انت تاخد فكرة الدولي الانجليزي. وتعتمد على الحكام اللي عندهم خبرات دولية كبيرة جدا. لانه الصح. واللي ما بيعملش لغة. انه لازم حكم الفار يبقى اقوى من حكم الملعب. اقوى من حكم الملعب. طبعا. بس القانون بيقولك حكم الملعب هو صاحب القرار الاول والاحير. انت بتديله طب ما في الدول الانجليزي هو ما صاحب القرار. ما هي دي من ضمن الحاجات ما هي دي. ايوه. كويس. كويس. مهما كان. مهما كان. الحكم اللي في الملعب صاحب القرار الاول والاخير. لو حكم الفار اعلى فنيا. واعلى خبرات. هيدي له القرار يقوله فيه كذا عشان كذا كذا كذا. هيفهم حكم الملعب هو عايز منه ايه. لان ده اللي اللي بيمشيه على التراك. لزلك فيه حكام كتير لما بحكم الملعب اقوى من حكم الفار. معظمه مصعب بيختلف بيمشي برضو اللي هو عايزه. فيه برضو حاجات فيها حصل فيها لغة. لما بحكم الفار اقوى. ومقنع. واكبر ومقنع. لحكم الملعب. فيقوله كذا عشان كذا كذا كذا. ويتفرد ويروح ويقوله خلي بالك عشان دي. فهتلاقي حوارهم مع بعض. شغال. خلي بالك. هنا برضو القانون. انت عارف حكا ما بيكلم لين حكام. القانون مدي مساحة لللعاب ما حانش قف حواليه. ولا يسمع. ولا يسمع. يعني اللي بيحصل في الدولة الانجليزية واللعاب يعني يعني اللعاب قلت اللجنة المسؤول عن ادارة اتحاد القرى في فترة الحالية ماشى بشكل كويس. حسب معلوماتك او حسب الرؤية اللي انت شايفها في ادارتهم للملف في القرى المصرية بشكل عام. عارف فاقولي كده ليه محمد. اه. وانا عارف كنت هتسأل سؤال كويس. لان انت بتاخد قرار تستطيع انك تطبقه ولا لا. لو خدت قرار ولم تستطع ان تطبقه فانت غير جدير باتخاذ قرارات. اما لو خدت قرار وطبقته انت جدير وتستحق انك تتخذ قرار. خدوا قرار وطبقوه وكانوا جديرين بتنفيذ وتنفيذ هزا القرار? الفترة اللي فاتت اه. والقرارات قوية? يا سيدي خلينا اقول منع رؤسائي الاندية من حضور بعض المباريات. لما بتاخد القرار ده للاخر وتكمل فيه وتقول هكمل. اتنفذ? النهاردة بيتنفذ. النهاردة بيتنفذ. اه. وده مؤشر جايد للجاي? مؤشر جايد في كل حاجة. في كل حاجة. ليه بقى? اه. اي رئيس نادي هيتم منعه مثلا من دخول مباراة. وبناءا عليه. يدخل المباراة. انت النهاردة بتبقى قدام حاجتين. خصم النقاط. مفيش هزار. وتغليز العقوبة. خصم نقاط وتغليز. مفيش هزار. الناس يقول لك اصلا مش هيعمل. لا. عارف ليه? عارف ليه? لان اللجنة الخماسية غير منوطة بتعديل قرارات لجنة الانضباطة المحصنة من الاتحاد الدولي. الاجمد من كده ان عندما يأتي اي رئيس نادي ويكسر القرار للمرة الاولى. انت كلاجنة بتقول بالنص كده انه ربما ما يكونش عنده علم. فبتبقى فيها ريبة. انما عندما تتحدث وتعلم الجميع انك تعلم بالقرار. والقرار عجبك او مش عجبك مش دي منطقتنا. لكن انت عندك العلم التام بالقرار. هنا دور لجنة الانضباط مع الاتحاد. وبناء ان اي رئيس نادي هيتمنع من الدخول هيجي يدخل ماتش. اللي هيحصل معا ايه? زي اللي بتطبق النهاردة. سيباكم قصة ان الامنة على الباب وكل حاجة هتتمنع تماما. طب جوه دخلت مرائب المباراة. هيوقف المباراة. وهيمنع استكمالها. والفريق المنافس من حقه يطالب بالتلات نقاط لو استمر رئيس النادي داخل الملعب. شكرا عشان كده بقولك النهاردة كان التطبيق. انت بتتكلم في قرار مهم جدا لانه متعلق بايقاف عن ممارسة اي نشاط رياضي. طبعا. من ضمنها عدم الدخول للملعب. فيش كلام انت بتاخد القرار ده اسمك لجنة الانضباط. وفي نفس الوقت لازم نشيد بلجنة الانضباط مثلا. لما بتلاقي رئيس نادي بيلتزم. وبيقول تمام. وانا غلط. وهضرب لك مثل بالمهندس محمد فرج عامل. اعترفه اه 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 اه. لا. وكان الرد ايه في لجنة الانضباط تمام خلاص. قبول اعتذاره. قبول الاعتذار. وهو ما راحش المباراة فشلوا الغرامة. بعد الالتماسة اللي تقدم. بس كده. اه. فهنا انا بشعر بصت ما انا انا رجل عملي. هو انا هقولك كده. يمين او شمال من غير حاجة. لا. انا بقولك بوقائع. بقولك من يستطيع ان يتخذ القرار. ويقدر ينفزه. ده لازم اقول ده. حتى اقولك حاجة. احيانا. احيانا ربما. يكون القرار خاطئ. ومش محسوب كويس. لكن تنفيذ القرار بقلياته. حتى لو قرار خاطئ. بيبين قوتك. وقوتك في تنفيذ ليحتك. وتنفيذ انضباطك. وده بينعكس على المنظومة كلها. النهاردة بقى لما تيجي تقول لحد انت موقوف او انت كذا او انت كذا. هينفز ولا مش هينفز. هينفز. طب لما ينفز يروح الملعب في رئيتك خسرناها ثلاث نقاط. والماتش هيقف. والمنافس لو طلع من الملعب انت خسرت الثلاث نقاط. معنى كلامك انك شايف ان العقوبة بتتطبق من النهاردة. لان المباراة سابقا انت من كلامك شايفها مش في الحسبان او ما كانش تتمل اعلان الرسمي او التنفيذ. لا. لان ما تغلزكش العقوبة. بياخد لك العقوبة هبتتغلز. وهقولك على مفاجأة لجنة الانضباط خدت قرار بتغليز العقوبة. والقرار ده عند اللجنة الخماسية. لكن اللجنة الخماسية. خدت قرار بتغليز العقوبة. لجنة الانضباط. ايوة وقرارها كان خاص من ثلاث نقاط. وتزيد الغلمة المالية. لكن هنا بقى يرتقى لل لجنة الخماسية عدم الدراية الكاملة او معرفة الطرف الاخر اللي اخترق الايه? القرار. رغم ان لجنة الانضباط قالت له بالزبط. رغم ان هو عامل فيديو بيقول محدش يقدر يمنعني وهذا يعتبر علمي بالقرار. قاله برضو مش هنعتبر وهنطبق من دي. ومع ذلك ماشي. يعني اعتبروها مجرد ما ارسالي القرار بشكل رسمي. مش بيعلنوا الوسائل اعلان. بالزبط كده. اعتبروها بالشكل ده. بالزبط كده. ومع ذلك هنقول ماشي. وهنقول طالما انت بتتخذ كل التدابير عشان تبقى ما بتظلمش حد. حتى لو هتغمض عينك نص غمضة كده علشان تمشي الموضوع. علشان تاخده بكل بكل شدة وصرامة للتطبيق لازم. ولازم نراعي ان لجنة الانضباط هي لجنة تشريع وليست لجنة تنفيذ. في فرق. لجنة تشريع؟ تشريع. يعني هي بتقول القرار لكن مش المانوطة بتنفيذه. زي القاضي بياخد القرار على المنصة. مي اللي بينفذ لجنة تنفيذية الى الشرطة. هي هي نفس القصة. السيدة القضاء الاجلاء اللي في لجنة الانضباط في اتحاد الكورة. بياخدوا القرار لجنة تشريع. تقول لك احنا عملنا كذا. قرارنا كذا. لكن هم غير مانوطين بتطبيق القرار. ما عندهمش سلط التنفيذ. بس كده. سلط التنفيذ دي في يد اتحاد الكورة. بالزبط والمدير التنفيذي اللي بعت لقل الناس مثلا عن نفس كذا كذا في القصة. في نفس الوقت لان حالة من اللغة حصلت لما تم طرد الكابتن ابراهيم حسن في احدى المباريات. جي مرايب المباراة منعه من حضور المؤتمر الصحفي. لانه مطروض في المباراة. لذلك قلت لك في المباراة النهاردة. مراقب المباراة. الامن طبعا برا عليه دور. وعنده تعليمات تمام. طب لو تم اختراق هذه القصة. يبقى داخل الملعب. عندك مرايب المباراة. حد موجود عنده مخالفة ممنوعة. الماتش بيقف. ما بيت. لم. اذا لم يتم ازالة المخالفة بيتم خصم النقاط. والموضوع كده يبقى الفرقة التانية المنافسة على طول. سلاس نقاط. باي باي. سلاس نقاط. خلصان. لايحة الانضباط دي لايحة الانضباط تحت اتحاد دولي. لانه واضح حتى في القرار اللي ما طلع بخصوص كابتن سيد اتقل اه وصف توبيخ. واضح ان لجنة الانضباط اللي موجودة في اتحاد القورة بتطبق لايحة الانضباط في الاتحاد الدولي. انا هقول لك على مفاجأة. انا هسائل السؤال ده عشان اسمع منك. اه. لايحة الانضباط دي جابت لايحة الاتحاد الدولي. تمام. الليحتين. الانضباط والقيام والاخلام. اه. وجابت لايحة الاتحاد السعودي. جزائري. المغربي. اه. السوداني. وعاز اقول لك حاجة. هات لايحة الاتحاد السوداني وقراء. لايحة معترمة. اه. ولايحة قوية جدا. وخدت من كل ده. وعملت الليحة بتاعتها. وفقا فيما يتماشى مع لوائح لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي. ده الاساس. وتم عقد جلسة. بين لجنة الانضباط وبين اللجنة الخماسية. قالوا لهم ممكن في تشريعنا احنا. او في وضع لايحتنا احنا. نقول ان قراراتنا بترجع لكم. ومن حقكم تأكدها او تخفضها او الغاءها. وكان قرار من الاستاذ عمر الجنيني. في منتهى الصراحة. انا بقول لك كواليس. قال لهم مش هنراجع وراكم. ناس بقيمتكم. موجودة في لجنة الانضباط. مش هنراجع وراكم. تمام. وبالتالي طلعت الليحة على ان قرارهم نهائي. وحق له للتماس وفقا للجنة. مش للجنة الخماسية. اللجنة الانضباط نفسها. وبالتالي اللجنة الخماسية لا تمتلك اي قرار بالتأجيل. يعني بالارجاء وعدم التنفيذ. او التدخل في قرارات لجنة الانضباط. هل مش من الطبيعة انه يكون في لجنة تظلمات فوق لجنة الانضباط. هل بتنظر الاتماسات اللي بتتاخذ على قرارات لجنة الانضباط. يعني انا واحد القرار بايقاف شخص معين او مسؤول معين. كويس. نفس الشخص يقدمني التماس. ما اللي واحد القرار بايقافه. في جزء من اتحاد الكورة داخل معاهم في الحتة دي. وفقا لالية اللجنة نفسها. يعني هم اعضاء لجنة الانضباط ومعاهم جزء من لجنة الخماسية. موجود في في الجوزء اللي انت بتتكلم في عشان ما تحصلش قصة الحكم يعني الحكم وجلات. بالزبط كده. بالزبط كده. لكن انت بتصق في فكرة ان لجنة الانضباط قراراتها نفسها. وبتتطبق والنهارده تطبيق رسمي. اريد ارض الواقع محمد. ارض الواقع بتقولك ان هم اخدوا قرارات. الناس قلت لوهم مش تعرفوا تنفيزة. النهارده بتتنفيزة. يبقى الناس دي نفزت قراراتا. يبقى الناس دي نحترمها. بس دي المبارد تانية ولا الاولى. دي المبارد تانية. دي المبارد تانية. اللي اعتبر المبارد اولى اعلام. هم. انت لم يعني إلى افترط. انك لم تعلم. ما هو في نقطة بس اعشان ايه ما اتفق عليها والناس تبقى عارفة كزي هزي. دي النهارد اول مباراة في العقوبة ولا تاني مباراة? هتفرق. لو تاني مباراة في العقوبة يبقى كان يجب تغليز العقوبة. لا. لو اول مباراة في العقوبة يبقى لسا في مبارتين تانية. دي مخرج اللجنة. السؤال ده ممتاز. يعني دي مخرج اللجنة الخمسية. هو زي ما اعتبرها. وانا بقول لك. وانا بقول لك. لو غمض نص عين واعتبرها ان اول مباراة هنقول له شابه برضو. برضو. بس يبدأ التنفيذ. يبدأ التنفيذ. بس اللي هيخطأ هيتعاقب واللي هيتعاقب هيتنفذ عليه واللي ميش هينفذ الكرارات هتتغلز عليه العقوبات شوف لما بتلاقي قرارات مظبوطة ووفق اللواية ويتم عدم احترامها ثم التمسك بيها لتنفذها ويتم تنفذها واحترامها بإجبار قوة التشريع وقوة التنفيذ كله بيحترم نفسه كله بيحترم نفسه طيب طيب ده شيء مهم جدا لان لسه المشوار طويل ولسه تدوري فيه تفاصيل كتيرة طبعا المفاجأة اللي انت قلتها ان في مباريات ممكن يحصل فيها تأجيلات او فيه امور امر طبيعي لغاية ما نشوف الوضع يوصل لغاية ايه مباريات بتلاعب لأول مرة ولا مباريات مؤجلة مؤجلة وبتلاعب لأول مرة لان انت عندك فيهم مؤجل وبتلاعب لأول مرة هنروح من بعض فين بالضبط كده طيب نروح للملف الافريقي والملف الافريقي فيه كلام مهم جدا وانا اليومين اللي فاتوا شفت رسائل من جماهير في شمال افريقيا بتتبعنا وابتدت تقول انتوا ليه بتتكلموا كتير عن الكرة في افريقيا والتحكم الافريقي لفترة الاخيرة ويبدو ان احنا بنتكلم في ملفه مهم جدا وحطينا قدين على ملف ده قضية للرياضة الرجاية والصالح الاندية والمنتخبات الوطنية لفترة الرجاية هل وانكمل فيه كمال ان الملف ده مهم جدا حتى موعد النهائي الى ان يحدث جديد ويلي ان يتم تطبيق ما قاله انفنتينو بخصوص ضرورة تعديل وتغيير وهيكلة التحكيم في افريقيا الفترة الجاي ده رئيس التحدي دولي بنفسه لقالي الكلام ده نظبوط وفاطمة سامورة موجودة عشان بتعمل الكلام ده وفي لجنة من خبراء التحكيم في افريقيا يمكن ده مش معلن في لجنة من خبراء التحكيم في افريقيا بتعدل ده لكن انا بقولك باكتر امل مش هتحق السناتي مش السناتي عشان جديد احنا نكملين في الملفة درغيات ناية البطولة مش السناتي لان مازالت محبش اقول الفاظ يعني محبش اقول التعابيرات شديدة مازالت رجول الفساد شغالة وانا مش فيش الكلام ده لكن انا عايز اقول ان مازالت الاخطاء التحكيمية مستمرة ولا صالح اندية الشمال الافريقي ولا صالح الاندية التونسية طب هنا الازمة فين وفنين الازمة في اللي بيعين الازمة في من وضع منظومة التحكيم الافريقية سليمان اوباري رئيس الاتحاد جيبوتي هو ده مصمار جوحل في الدنيا وهو ده اللحمة ده احمد معرفش يشيره بسهولة ده مكتب تنفيذي ايه ما هو ولم يمارس التحكيم ويدير التحكيم الافريقي بس هو موجود بصفته عضو مكتب تنفيذه بيشرف ايه بيشرف لكن هو انت رئيس لجنة الحكام ازاي وانت مكتب التنفيذي اللي عمل كده ما هو ده غلطة بقى ما هو انت برضه مش يعني مش كل القرارات بتبقى سليمة ومش منطقية لان انت اصلا كنت تطالع الاتحاد الافريقي ده احنا بقى هنتكلم بقى هكلمك بقى انا نقام ايد انرامو بقى وهكلمك هترجعنا ورجعك من قام عيسى حياة واقولك احمد احمد جيزاي ودينا لسه ودينا هو تحط تزبط على الحتة دي وهتبدأ تتغير لكن برضه من الاخر من الاخر بعد الخطأ الفادح بلاش برضه اللي حصل في مباراة الترجي والوداد وان في الاخر توصل بكده وما يحصلش اي حاجة لا لم اتوقع ولا يخطر في بالي لسانية ان ممكن اشوف السيناريو ده في 2019 في الكرة الافريقية 2020 بقى 2019 لو حصل فيه قصة بتاعت مباراة النجمة قصدك اه مباراة الترجي والوداد اه انت عزك يعني ازاي اه احنا بقى انه تسعطاش بتحصل مجد البيت يحصل ده ويفضل وتلجأ وتروح الاتحاد الدولي وبتاع ما حصلش اي حاجة اه ايه ده انه ده احنا وبعدين لماذا تقاعص الاتحاد الافريقي عن عدم عمل الفار وتكسيره في الملعب التونسي مع الاحترام طبعا طبعا مش بنقول ابيقول له قائع الفار يتكسر وفي مباراة الاهلي والترجي لما الحكم خدعنا كلنا وراح بس في الشاشة ما كانش فيه فار ما كانش فيه فار اصلا ما كانش فيه فار اه الحكم الاسيوبي عمل حرقة يعني انا شوف راح بس في الفار وعمل نفسه بيتكلم مبتاع مفيش فار والله ما كان فيه فار هو كابتن محمد يوسف نفسه فمرة معايا قال لي انا سألت الحكم الرابع بقول له هو الشاشة مش شغالة ليه قال له اقعد خلاص المبارة بدأ اه فالجهاز الفني نفسه كان عارف ان خلاص المبارة بدأت مفيش تقنية الفي ار فتخيل انت بقى مفيش التقنية واحنا عارفين كل يعني الجهاز عارف والمجموعة كلها عارفة والحكم الاسيوبي في الملعب بيعمل تمثيلية ان هو بيسمع الناس في الغرفة طبعا لو بيشوف وعايز يروح نحيط الشاشة ومفيش فار مفيش اصلا فار انت متخيل فطبعا كل دي جرائب دفعت ضريبتها الكرة الافريقية ودفعت ضريبتها مرة الاهلي ومرة الوداد وحسب بقى لكن الطرف المشترك الوحيد اللي عمل كل دا واحد واحد تخيل بقى فانا بقولك القصة بتتغير لكن من وجهة نظري ورؤيتي وشايفة ديني ايه على مدار الفترة دي لنهاية السيزون دا صعب تكون تخلصت من كل العناصر اللي موجودة اللي بتلعب تحت الطرف العنصر الظاهر لنا كلنا والانت ذكرته سليمان اوباري رئيس لجنة الحكام وعضوا المكتب التنفيذي وعضوا لجنة مصابقات في الاتحاد الدولي طيب فيه كيملي شونج هو المسؤول عن التعينات وإيه دي ما ايه هو مدير لجنة الحكام الاساس في الاتنين اللي شغالين في اللجنة بشكل مباشر ولي بيعملوا بيشتغلوا عن موضوع التعينات من اخطر من حوالي سنتين لو بتغير سليمان اوباري انت عندك اساس المشكلة في اللجنة نفسها ما هو مين اللي جاب اللجنة ما هو سليمان بس خلاص هو انا لما بدير حد واجيب حد تحتية يشتغل معايا هجيبه عكسي ولا هجيبه معايا معايا خلاص طب هل الاتحاد الافريقي ما عندهش القدر ان يغير في عضاء اللجنة شوف وفقا للقوة والتربطات جوه دي القصة اللي كان بيحاول يعدلها احمد احمد وانا بقولك فشل فيها ولجأ الاتحاد الدول الاتحاد الدول اللي بيصلحها في حاجة اكتر من كده انت متخيل في حاجة اكتر من كده رئيس الكونفادرالية نفسها رئيس الاتحاد الافريقي بنفسه طبعا لان انا بقولك دي من ضمن الحروب اللي موجودة داخل الاتحاد الافريقي نفسه طب هل المكتب التنفيذي مالوش دور ليه دور بس مين مع مين ومين ضد مين ومين مع ما لفات مين شوف ده جزء لكن في الاخر التربيطة كانت خلصت بقالها فترة التربيطة خلصانة وشوف وشوف مين كان قابل سليمان اوباري وكان مين ومنتمل مين ومنين هتلاقي هي في مربع كده كان مركز ترطيف نفس الكلام اه على حتة التحكيم دي وده كان الحصان الكسبان الحصان الفاسد الكسبان اللي البعض رهن عليه وحقق من وراء بطلاط ده حقيقي للأسف طبعا ده حقيقي للأسف طيب البطلاط الإفريقي السنة دي هتتوقع مين المنافسين اللي ممكن يوصل للمبرانها ايه هتتوقع بمنظور العدل لكن في جولتين كمان خلاني استنى الجولتين كل حاجة تبقى بين مش الجولة الحسمة الأخيرة وان كانت في مجموعة الأهل دي ممكن توصل للجولة الحسمة الأخيرة لو فضلت لو فضلت بأس الشكل ولكن انا بقول لك بعد جولتين للمجموعات كلها مش لمجموعة الأهل هيبان بقى بالزبط بس حتى الآن مفيش مفاجأة لغاية دلوقتي مفيش قص انت انت اول وثاني مفيش مفاجأة في معظم المجموعات مظبوط وده المرابق لكن الجولتين التانين هم اللي هيقلبوا الترابيز هم اللي هيقلبوا الترابيز طبعا هل الهلال هيأكد على وجوده في الحتة اللي راحة النجم جاي للأهل لا بديل عن فوز الأهلي ورب لا تاني ومن الناس كلها شافعها سهلة مباراة صعبة على النادي الأهلي ولا بديل للنادي الأهلي على المكسب ان شاء الله يكون قادر يحقق المكسب هناك كل دي نقطة يا محمد هتبقى واضحة لكن انا بقول لك المجموعة الأفريقية اللي الأهلي بيلع فيها أصعب مجموعة أصعب مجموعة في البداية البعض كان بيشايفها ان هي المجموعة اللي في المتناول بالنسبة للأهلي والنجم بص أهلي نجم أهلي نجم هلال لا الناس كانت بتراني على إن هلال تراجع شوية لكن كابتن حمادة جي عمل غير طبعا كابتن حمادة عامل لكن الهلال تقريبا بقى له خمستاشر سنة ما تغلبش على من العمل أختم معاك وفي آخر خمس ده من الفقرة تيم قسة زبط ولا لسه في مشكلة في الترانسفير ماركت قسة كهرباء عشان نبقى واضحين المعلومات اللي عندك ومختصرين كهرباء بتأقت وهتيجي على الأرجح يوم السبت يوم السبت ومش هيبقى في مشكلة في السيستم وكابتن ساد عبد الحفيز لما عمل تصريح كان شايف حاجة منحة شايف حاجة منحة لأنه بدون ألقاب ساد عبد الحفيز لعيب شاطر بيشوت دايما بيشوت دايما وعارف الشوطة رايحة فين فالشوطة اللي شاتها جات في التمانيات على طول وزبطت الأمور في تخطيط أجهده من البداية فأنا بقول لك إن الكهرباء بطاقته على الأرجح هتكون يوم السبت وإن ما فيش مشكلة في قيده ولا في مشاركته بس بعيدا عن القضية اللي ماشية على دي قصة تانية بس كده بس كده بالزبط كده لكن الكابتن سايد سابق دايما بخطو سابق بيه هو عارف الجوم فيه عارف الجوم من الوقتك في التمانيات عارف الجوم فيه فيه أي حاجة تحيب تختب بيها كلامك أو أنا بشكرك يا محمد وحلقة بالعكس 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 مش مهم الوقت يا دي المهم وقلنا ايه في الوقت أكيد لا وقلت دايما دايما كده حلقتك وكلامك بيبقى فيه كلمات مهمة ومعلومات مهمة وإن شاء الله كده كل اسبقتكم معنا ونسمع منك الانفرادات والمعلومات الجديدة والأسرار اللي بتدور في الكرة المصرية من كل يوم وكل ساعة فيه جديد في الكرة المصرية لا واللي جاي لسه فيه مفاجأة واللي جاي لسه فيه مفاجأة دايما بتشوّقنا شكرا لك محمد شكرا جزيلا زميل عزيز إيهاب الخطيب بالتأكيد يعني قدر إن كان حوالنا في خلال الفقرة الصحفية أو الفقرة الإعلامية نقدم معلومة للمشاهد نضع كمان المشاهد الأهلاوي في الصورة بالنسبة لما يحدث فيه الكرة المصرية بشكل عام أو في النادي الأهلي بشكل خاص لكن القادم بإذن الله إن شاء الله يكون أفضل وبالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي عارف سكته وعارف طريقه وبيخطط بشكل جيد جدا لقطاع القرى وللمرحلة الجاية في جميع المجالات مش قطاع القرى فقط لا في كل المجالات سواء قطاع القرى أو القطاع الرياضي أو قطاع الإنشائي لخدمة أعضاء الجمهورية في ربع دقيقة موضوع هندريك اللي شغالي النهاردة إنه غرامة مليون دولار على هندريك هندريك القصة من شهر 9 مش من دلوقتي من شهر 9 والأهلي بعت علشان حيسيات علشان يستانف على القرى بس كده عشان كده لسه في كلام كتير هو البعض بيحاول كل فترة كده يطلع بس موضوع عشان يعمل شوشرة حاوليه لكن في النهاية الأهلي عارف سكته وقطار الأهلي في الدوري ماشي في شكل كويس وأفريقيا بإذن الله خلال المباراتين القادماتين إن شاء الله الأهلي يكون في الصدرة ويكمل المشوار الأفريقي بشكل جيد إلى هنا بتنتهي الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألططي بيكم في حلقات أخرى قادمة بين برنامج الأهلي الليلة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة